بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد هناك دعاء مهمان ورد عن أهل البيت عليهم السلام أو وردا عن أهل البيت عليهم السلام تدعو بالدعاء الأول ثم تقول بعد ذلك ماذا؟ تقول يا ودود ألف مرة ومرة واحدة يعني ألف وواحد ثم تدعو بدعاء آخر لأهل البيت عليهم السلام فالله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك وهذا الدعاء مجرب لماذا أو يجرب لأي شيء يجرب دائما وأبدا للشخص الذي يكون لديه خصام مع زوجته أو الزوجة تكون يعني لديها خصام مع زوجها ويتفارقا ويكون الفراق بينهما وربما الزوج يريد أن يرجع زوجته أو الزوجة تريد أن ترجع لزوجها وربما أحدهما يرفض فكيف أدعو الله سبحانه وتعالى أن يسخر قلب زوجتي أن يلين قلب زوجتي لترجع لي أو أنه كيف يلين الله سبحانه وتعالى قلب زوجي ليرجع إليه أو إنه لا يعني إثنان قد تفارق وأصبح فراق بينهما كيف تلم شملهما مرة أخرى كيف تلوم شملهما مرة أخرى وترجعهما عفوا لبعضهما البعض الدعاء الأول المهم الذي ورد في هذا الباب هو دعاء الإمام علي عليه السلام الذي ماذا قال فيه؟ قال الإمام علي عليه السلام إن من أراده أن لا ترد دعوته فليقل قبل دعائه ما شاء الله توجها إلى الله ما شاء الله تعبد لله ما شاء الله تذلل لله ما شاء الله استنصارا بالله ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تضرعا إلى الله ما شاء الله استعانة بالله ما شاء الله استغاثة بالله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم بعد ذلك تقول ألف مرة ومرة يا ودود وهي من مجربات علمائنا الأعلام بعد أن أنتهي ماذا أقول أقول الدعاء الذي علمه الإمام الحسين عليه السلام لولده زين العابدين عليه السلام عندما قال له قال له إني أعلمك دعاء علمتني إياه أمي الزهر عليه السلام وهو مفيد في زوال الهم والغن والبلايا الكبيرة والمصائب اتعوا به وقل إلهي بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طاها والقرآن العظيم يا من يقدر على حوائج السائلين يا من يعلم ما في الضمير يا منفسا عن المكروبين يا مفرجا عن المغمومين يا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا من لا يحتاج إلى التفسير صل على محمد وآل محمد وفعل بي كذا وكذا وتذكر حاجتك في لم شملك مع من أحببت من زوجة أو زوجة أو صديق أو أب أو أم وقع خلاف بينكما وتفرقتما وتريد أن يرجع الله سبحانه وتعالى العلاقة يعني علاقة المودة والمحبة بينكما يعني بين هذين الدعاءين تقول يا ودود ألف مرة ومرة وهذه من مجربات يعني علمائنا العلام بخصوص الإصلاح بين الزوجين ورفع الاختلاف بين الزوجين وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى برنامج الصباحات الأولئية خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام أمين محمد